بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تحياتي لكم طلبتنا الأعزاء في مساق إدارة التسويق واليوم مع فصل جديد الفصل السابع بمشيئة الله وتحت عنوان تطوير السلع الجديدة ودورة حياة السلام في هذا الفصل سنتحدث عن عديد من المواضيع المهمة التي لها علاقة بأليات تطوير السلع الجديدة وموضوع مهم آخر الحديث عن دورة حياة السلعة سنتحدث عن مراحل تطوير السلعة وعوامل نجاح عملية تطوير السلعة الجديدة وما هي استجابة الزبائل للسلعة الجديدة أو كيف يتم استجابة الزبائل للسلعة الجديدة وموضوع مهم جدا عن دورة حياة السلعة وأعتقد موضوع دورة حياة السلعة من المواضيع المهمة جدا لرجال التسويق والشركات والأصحاب المصانع الحديث عن دورة حياة السلعة هل لها دورة حياة؟ نعم لها دورة حياة كما للإنسان دورة حياة يبدأ بالميلاد وينتهي بالوفاة ونفس الشئ السلعة تبدأ دورة حياة السلعة من مجرد اقتراح الفكرة وتصل إلى الزوال أو النهاية أو التلاشي للمنتج وبالتالي أنت كالصاحب شركة يجب أن يكون لديك اطلاع على مراحل التي تمر بها السلعة حتى تكون استراتيجياتك التسوقية جاهزة على سبيل المثال في حال أن وصلت السلعة إلى مرحلة التلاشي هناك استراتيجيات وفور بيسز معين يختلف عن مرحلة النبوج يختلف عن مرحلة التقديم وإلى ما ذلك عشان هيك يا جماعة تطوير السلعة الجديدة يعتبر بمثابة الدم الذي يغذي حياة المنظمات بمقومات البقاء في بيئة مليئة اليوم بتحديات المنافسة والتطورات التكنولوجية المتسارعة والأصعب والأصعب اللي هو التغير في حاجات وأذواق ورغبات الزبان المستمرة وبالتالي يا جماعة النقاط هذه هي عبارة عن تحديات صعبة جدا تمر بها عملية التسويق أو يمر بها المنتج نفسه أنه اليوم أنا في عندي منافسة وبالتالي وجود منافسة بتطلب أنه أنت دايما تجيب الأفضل والأحسن والأجدد للزبون وبالتالي تستمر عملية التسويق وهذا تأكيد على المقولة الأساسية بأن التسويق عملية ديناميكية مستمرة وصبق وأن جاء في أحد الكوزات لكم أنه تنتهي عملية التسويق بانتهاء بيع المنتج الإجابة خاطئة التسويق عملية مستمرة ويجب أن يكون هناك تواصل ما بعد البيع وما بعد الشراء وبالتالي هناك تحديات كبيرة تقع على عاتق المؤسسة أو المنظمة أو صاحبة المنتج أنه في عنا منافسة في عنا تطور تكنولوجي كبير وشايفين التطور التكنولوجي والسوشيال ميديا والبيع أونلاين وما إلى ذلك من هذه الأمور وأيضا الأصعب والأصعب والأصعب في التسويق هو التغير في حاجات وأذواق ورغبات الزبائد المستمرة هذه أكبر معضلة بتمر فيها تسويق يا جماعة أنه الرغبات والأذواق مختلفة جدا جدا وبالتالي عليك أنت أن تدرس هذه الرغبات والأذواق وتشتغل عليها حتى لو اشتغلت عليها برضو هذه قابلة للتغير والتبديل طيب عشان تضل المنظمات وتستمر في السوق لا بد لها من الاهتمام بتطوير السلع سواء بإجراء التحسينات عن السلع الحالية أو تقديم سلع جديدة تضيف قيمة جديدة تتضمن كسب زبائن جدد والاحتفاظ بزبائن الحالين جماعة فيه كمان معضلة عند رجال التصويق أنه أنا دائما أتطلع إلى اكتساب زبائن جدد وفي نفس الصياق ماشي بدك تجيب زبائن جدد بس مش على حساب الزبائن اللي عندك لهم أنت لجب أن تحتفظ بهم وبالتالي هذه معادلة صعب جدا أنه أنا كيف بدأ جيب زبون جديد وحافظ على الزبون اللي عندك طيب عشان هيك السلع يا جماعة بدنا نعمل لها تحسينات تطويرات سنتحدث في هذه الأمور بتشوفوا أنتوا مثلا منتج كوكا كولا في بعض الأحيان بيعمل عبو جديدة غلاف جديد عملوا كوكا كولا زيرو عملوا حجم جديد عبو جديدة وبالتالي هذه تحسينات على المنتج لأنه أنت بدك تضلك مواكب التطورات التكنولوجية الموجودة وتضلك منافق لزبون بكل المتطلبات اللي بدوا إياها طيب عملية تطوير السلع الجديدة تبدأ بمجموعة من المراحل تنتهي بطرح سلعة جديدة أمر الطبيعي أنت بدك تطور سلعة جديدة إذا بدك تعرض في السوق إيش؟ سلعة جديدة في السوق تقديم منافق جديدة للزبون وتستمر المنظمة بإجراء التعديلات والتحسينات على السلاح في المراحل الأقضاء طيب ليش أنا أعمل التعديلات والتحسينات يا جماعة؟ ليش؟ السبب أنه في عندي تطور في عندي منافسة وبالتالي أنت يجب أن تواكب هذا التطور وهذه المنافسة طيب كمان يا جماعة أنه أنت في هذا الموضوع بدنا نشتغل على متابعة السوق عشان ليك أخذنا في فصل بحوث السوق وترصات السوق وأن الأمور لازم أن تكون مهمة جدا جدا نيجي أول حاجة لتعريف السلعة الجديدة وأنواعها تعريف السلعة الجديدة يعرف العالم الخاص بالتصويق جونس عن جوهونسون إيش بيعرفوا؟ السلعة السلعة أنه تحديد السلعة الجديدة يعتمد على بعدي السوق والسلعة نفسها يعني فيه ركزتين أساسيتين في عملية السلعة الجديدة له السوق والسلعة نفسها فالسلعة يمكن أن تكون جديدة من خلال أحد البعدين أو كلاهم من وجهة نظرهم إن السلعة الجديدة هي أن تكون جديدة بالنسبة للمنظمة وقدم العالم واسون قائمة شاملة تضم 13 بعدا محتملا يمكن بواسطتها تحديد السلعة الجديدة تعريف آخر للسلعة الجديدة بأنها نوع من السلعة غير المسبوقة عشانك سمينها إيش؟ تمام؟ جديدة إنها مجموعة من السلعة الغير مسبوقة لها القدرة على حل المشكلات التي تواجه المستهلك وإش هذه المشكلات؟ إشباع حاجته من خلال الخصائص التي تتمتع بها والمنافع العالية التي تقدمها وهناك من يرى أن السلعة الجديدة هي السلعة التي تحوى تحسينات من وجهة نظر المستهلك يعني أنت ممكن تحكي عن السلعة الجديدة من ناحيتين من ناحية أن المنظمة بتعمل سلعة جديدة بإضافة تحسينات وتعديلات على المنتج وتطرحها في السوق تلبي حاجة أو أنه أنا أنه بيرى أن السلعة الجديدة أنه لزبون بيشوف تحسينات جديدة وتعطيه مرونة عالية لزبون هناك تصديفات للسلعة الجديدة وفق بعدي التكنولوجيا والسوق فقد صنف كبر السلعة الجديدة إلى ثلاثة أنواع نشوفوا شم هدولا الثلاثة أنواع يا جماعة وهدولا مهمين جدا جدا واحد سلع جديدة عالية الحداثة سلع جديدة متوسطة الحداثة سلع جديدة منخفضات الحداثة نيجي أول واحد لها سلع جديدة عالية الحداثة هي السلع التي تكون جديدة للعالم وجديدة لخطوط الإنتاج بالنسبة للمنظمة وهي منتجات غير تقليدية ومحفوفة بالمخاطر لكلها من المستهلك والمنظمة يا جماعة أي جديد في حاجة يسمى الرزق الخطورة المنتج هل؟ إيش الخطورة؟ هل يلقى قبول أو رواج في السوق؟ هل يتقبلوا اللزبون؟ هل المنظمة اللي دفعت تكاليف وكوست كثيرة لموضوع القودز اللي عندها؟ إنه هل ينجح هذا الموضوع ولا لا؟ وبالتالي الرزق هل يكون أهل؟ على سبيل المثال لما ظهر الحاتف النقال لأول مرة الجوال في السوق كان جديداً على العالم والمنظمات والمستهلك في آن واحد وعادة ما تقوم المنظمات القائدة في السوق التي تمتلك قدرات تطويرية وهندسية عالية وتتبع استراتيجية استباقية إذ تعمل على تقديم متجات جديدة بالاعتماد على قدرتها التكنولوجية ومن ثم الوصول إلى السوق هذه بالنسبة لأيش؟ سلع جديدة عالية الحداثة أما عن السلع الجديدة المتوسطة الحداثة هي السلع التي يكون جديدة على المنظمة وليست جديدة على السوق يعني إنه سبق انطرحت في السوق جماعة موجودة لكن بالنسبة لي أنا كمنظمة موجودة قبل هيك هي سلع محفوفة بالمخاطر للمنظمة فقط ليش؟ لأن المنظمة أول مرة بتخود في هيك تاسك أو في هيك منتج وبالتالي هذا المنتج موجود في السوق ولزبون مطلع عليه لكن أنا كمنظمة شو اللي بدي خلينا أعرف أنه هذا المنتج ممكن ينجى ولا ما بينجى وبالتالي الرسك هنا وين بيكون عند المنظمة مش عند لزبون ثلاثة سلع جديدة منخفضة للحداثة تضم التعديلات في خطوط الإنتاج الحالية وإعادة تصميم السلع لتحقيق تخفيض الكلفة وإعادة بناء مكان السلع في السوق هنا بتلجأ المنظمات عند وصول السلع على مرحلة النضوج وزيادة حدة المنافسة بين المنظمات أنه تعمل تحسينات أو إضافات على المنتج اللي موجود عشان ترجع تتميز فيها في السوق بيضيفه شكل جديد بحجم جديد عبوبة جديدة بيخلي أنه إشي فيه تجديد للمنتج طبعا فيه أمثلة بتطلعوا عليها جماعة موجودة في الكتاب إلى علاقة بأنواع هذه التحديثات الموجودة نجي لنقطة التالية مراحل تطوير السلعة الجديدة stage of new product development طيب فيه عندنا خطوات رئيسية لعملية تطوير السلع الجديدة ودائما يا جماعة أنا بقول لما بتسمعوا في التصوير خطوات أو مراحل الترتيب أنا إش ماله الترتيب مهم جدا وبالتالي موضوع أنه يكون فيه عند خطوات ما فيه إمكانية أروح للخطوة الثانية أو ثلاثة أو أربعة وأنا مش بادي الخطوة واحدة وبالتالي خطوات مهمة جدا طيب عشان أنا أقدم سلعة جديدة ناجحة بالمنظمة علي أن أحدد بعناية استراتيجية تطوير السلعة الجديدة عشان هيك يا جماعة الاستراتيجية ينبغي أن تبدأ بعملية فهم زبائن المنظمة وأسواقها بدك تكون تفاهم الزبائن والمنظمة والمنافسين والمنتجات المطروحة أيضا ينبغي أن تتضمن الاستراتيجية أيضا ماذا تستهدف المنظمة من تقديم سلعة جديدة عشان هيك يا جماعة الاستراتيجية يجب أن تبين حجم الجهود وهذه نقطة كتير مهمة اللي ينبغي أن تبدأ لتقديم منتجات جديدة أو تحسين منتجات حالية طيب شو هذه الخطوات الرئيسية لعملية تطوير السلعة الجديدة خلينا نشوف هذا الموضوع خطوات الرئيسية لعملية تطوير السلعة الجديدة على ما تفزم حينها هنو هو وجودة في الشكل إن أول إشي يا جماعة ولادة الفكرة يعني مجرد إن أنا أجي فكرة لمنتج معناه إنه أنا بديت أشتغر في المنتج إشان هيك البعض بيقول لك إنه المنتج بيبدأ من ذو نزوله في السوق لا المنتج بيبدأ من لحظة إنك إنك بديت تفكر بالمنتج وبالتالي بدت عندي ولادة الفكرة زي ما تشايفين يا جماعة في التشارت اللي عندي ولادة الفكرة بعدين غربلت الأفكار إيش يعني غربلة؟ يعني التصفية يعني بتشيل الفكرة الغير لائقة وبتدور على الفكرة اللائقة بعدين تطوير المفهوم واختياره بعدين تطوير استراتيجية التسويق ثم تحليل الأعمال ثم تطوير المنتج والاختبار التسويقي وختاما بالمتاجرة طبعا ذول الخطوات فيهم كتير مهمة يا جماعة نروح لأول وحدة ولادة الفكرة idea generation عملية تطوير المنتج يا جماعة تبدأ بالبحث المنظم عن الأفكار الجديدة لازم تجيب الأفكار الجديدة يا جماعة وهذا كيف أنا أبدأ أجيب أفكار جديدة يا جماعة بدك تتبع بدك تشوف السوق بدك تشوف المناسبين المنافسين بدك تشوف السوشال ميديا بدك تشوف عوامل التكنولوجية شوفي عندك أشياء موجودة بالسوق من هذه الأمور أنت يجب أن يكون دائما حاجة يسمعها مواكبة التطورات ما بنفع أنك أنت عملت منتج ونزلته في السوق وبدأ يعمل لك بروفت وانت تنمسط وتسكت لا في حاجة اسمها متابعة المنتج في السوق رحوث السوق شوفي فيدباك تبع المستهلكين لأن أنا اليوم نزلت منتج الجماعة في 2020 وانت بعتبره نمبر وان من ناحية تكنولوجية وبالذات يا جماعة في منتجات العلاقة بالتكنولوجيا بنحكي بالأجهزة الخلوية والجوالات والأمور مثل هذه متابعة السوق مهمة جدا لأنه جهاز اليوم انتم تعرفوا الجوال ممكن ينزل اليوم بألفين شيكل بعد ثلاث شهور بتجيبه بألف شيكل شو هو التفسير هذه يا جماعة؟ لأنه في ظل وجود عالم متسارع من التكنولوجيا أصبح أنه ممكن المنتج اليوم الأربعة مثلا أنا نزل منتج جديد الأربعة الجاية يعتبر قديم إذا نزل منتج جديد من شركة منافسة عشان هيك يا جماعة عملية تطوير المنتج تبدأ بالبحث المنظم عن الأفكار الجديدة هناك مئات بل ألاف الأفكار التي يمكن أن تولد ولكن قلة من هذه الأفكار تتحول إلى منتج جديد طيب هناك العديد من مصادر التي يمكن الحصول من خلالها على الأفكار للمنتجات الجديدة أو تحسين منتجات حالية منها يعني من هنا أنا ممكن أجيب فكرة لمنتج أول شغل يا جماعة العاملين في المنظمة أهل مكة أذرها بشعبها اللي بيشطل جوه المنظمة هو قادر على أنه يقول أنه هذا المنتج بمشي بمشيش إلى آخره أو من خلال وحدات البحث والتطوير أو ممكن أنا تجيني فكرة من خلال شكاوى الزبائن أو اقتراحاتهم أو تطورات التكنولوجية أو من البيع أو من المنافسين أو المردين أو من طريق الجمعات واتس إفر في هيك موضوع بعد ما ولدنا الفكرة منيجي بنعمل غربلة الأفكار إيش عن الغربلة؟ يعني بتحاول تفرز الأفكار الإيجابية المفيدة عن الأفكار اللي ممكن تكون مش كتير مهمة ينبغي الأخذ بالاعتبار أنه ليس كل الأفكار مربحة وحالة ما يتم طرح العديد من الأفكار فهي بحاجة إلى غربلة أو تصفية إيش الهدف من التصفية يا جماعة والغربلة؟ هو استبعاد الأفكار الغير مناسبة أو الغير ممكنة التطبيق والتركيز على الأفكار اللي ممكن أنا توفر لي ربح وتكون قادرة على تلبية إحتاجات السوق إلى آخره طب كيف بدنا نعمل إحنا هذه الأمور؟ بدأ يكون عندك إجابة على الأسئلة التالية هل أن الفكرة جيدة وتتوافق مع النشاط المنظمة الرئيسي؟ طبعا هذه الأسئلة بديك سألهم لنفسك الإجابات بدأت تحكم عليك من ناحية المنتج هل تتفق الفكرة مع أهداف المنظمة وستراتيجياتها؟ بالنسبة لي الأسئلة هذه إجابتها صح ولا لا؟ بيتوقف عليها بقاء الفكرة ومحاولة تطويرها هل لدى المنظمة الموارد البشرية والمعرفية والمعدات عشان نعمل هيك منتج؟ هل تكفي أو تكفي الطاقة الإنتجية لإنتاج المنتج الجديد؟ وبالتالي أنت بتشوف حالك في هذه الإجابات المرحلة ثلاثة بعد هذه الأمور تطوير المفهوم في هذه المرحلة يا جماعة بتتحول الفكرة اللي تم اختيارها إلى مفهوم المنتج الذي سيتم تقديمه للسوم فالزبائن لا يشترون فكرة المنتج وإنما يشترون المنتج الفعلي المنموس أنا ما بدأ ورع أفكار ألقيت أبداع ديكم مية فكرة أنا بدي منتج والمنتج أنه أنا بدي أحصل عليه كسبون وطبعا شركة شارلسي لصناعة السيارات أراد تطوير سيارة كهربائية تعمل بالبطارية فكاننا مهمة التسويقيين وضع العديد من البدائل لمفاهيم المنتج والتميز لكل بديل أربعة اختبار المفهوم بعد ما طورنا الفكرة ولدنا الفكرة وطورنا الفكرة وقربناها وحولناها لمفهوم نعمل عملية concept testing اختبار المفهوم يتم اختبار المفهوم بمشاركة مجموعة من المستهلكين المستهدفين قد يكون المفهوم المقدم للمستهلك بشكل مادي أو وصفي فإذا اختار المفهوم الثالث للاختبار سيارة صديقة اللي بيها يتم تقديم وصف شامل للسيارة دائما بيعملوا حاجة اسمها testing يعني أنا مرة أحد الأصدقاء في شركة قالوا بدي أعملوا طعم جديد لمنتج جديد فقالوا قبل ما بيعملوا قبل ما أصدعنا مثلاً مئة ألف عبوة بروح بأعمل عينا تجريبية بالطعم الجديد وبوزعه على السوق وبشوف الفيدباك تباحهم وبالتالي إذا كان الفيدباك للمنتج إنه مش كتير زاكي أو طعمه مش مقبول وبالتالي قبل ما أروح أنا أعمل عينات كتير فبالتالي بروح أنا بغير الطعم أو المنتج حسب الألية اللي أنا بديها بعد اختبار المفهوم نروح على تطوير استراتيجية التسويق إذا وجد رجال التسويق مثلاً خيار التالت إنه سيارة كهربائية هو أفضل مفاهيم للسيارة كهربائية في الخطوة التالية تصميم استراتيجية للتسويق يعني بعد مختار أنا المنتج بعمل استراتيجية للتسويق عشان هيك تتكون استراتيجية لتطوير التسويق المتوقع من ثلاث أجزاء بدك أول شغل تشوف وصف السوق المستهدف بمعنى إنه تحديد السوق المستهدف حجم المبيعات المتوقعات estimated بدك تحط أشياء توقعية إنه قديش عدد الزباين عندي قديش المنتج هذا ممكنين بقى قديش فيه عليه قبول باء اللي هم الفور بيسز ضمن الاستراتيجيات ومن ثم تحديد الأهداف البيعية والربحية على المدى الطوي النقطة ستة تحليل الأعمال اللي هو هاجب يسميها الجدوى الاقتصادية طبعا حالما تقررت الإدارة مفهوم المنتج واستراتيجية التسويق المقترحة يتم تقييم جاذبية الأعمال للمنتج الجديد وتضم في هذه المرحلة اللي هو هاجب يسموها estimated cost ككلفة تقديرية منقدر تكليف المنتج وتطوره والإنتاج وكل ما له علاقة بهذا المنتج النقطة السابعة تطوير المنتج بعد أن يمر مفهوم المنتج بمرحلة تحليل الأعمال منروح لمرحلة إيش يا جماعة تطوير المنتج إيش هذه المرحلة بيصير في هذه المرحلة يقوم قسم البحث والتطوير بتحويل المنتج من مجرد فكرة إلى إيش ملموس وهذا إيش بتحتاج جماعة الأمور بتحتاج إلى استثمار مالي كبير في هذا الموضوع تمانية الاختبار التسويقي بالنسبة للخطوة الثامنة الاختبار التسويقي في العديد من الدول وبخاصة الغربية اختبار السوق المستهدم يتم تنفيذه بالنسبة للعديد من السلعة الاستهلاكية والاختبار التسويقي هو خطوة ضرورية لاختبار المنتج والبرنامج التسويقي اللي بليتم تنفيذه بمعنى أنه كيف أوجه قبول هذا المنتج كيف الألية تبعته هل عليه قبول ولا مالكه قبول وبالتالي يمكن المنظمة من بناء استراتيجية المزيج التسويقي اللي يمكنها تحقق أهداف المنظمة هناك عدة طرق تستخدم للاختبار التسويقي للسلعة الجديدة منها يمكن أن تقوم المنظمة باختبار عينة من 30 ل40 مشتريا وتقوم بمنحة مبلغة من المال للتسوق من أحد المتاجر المعروض فيها المنتج دون أن تخبرهم بعلاماتها هنا يا جماعة بشوفوا كيف الوضع أنه بيعطوا مبلغ من المال ل30 ل40 شخص بخلوهم يشتريوا بشوفوا أنه هل في قبول على المنتج تباحهم طبعاً هذا هنا صعب جداً لناجعة 30 ل40 واحد نصاري يروح يشتريوا بهذا الموضوع طيب النقطة اللي بعدها المتاجرة بالسلعة بعد نجاح الاختبارات التسويقية يتم تقديم السلعة الجديدة إلى السوق الذي يعد مقياساً حقيقياً لاختبار قدرتها على الإفاء بحاجات المستهلكين ورغباتهم وبالتالي الصمود بوجه السلعة الأخرى المنافسة هنا يا جماعة ينبغي أن تحدد المنظمة الوقت المناسب لتقديم السلعة الجديدة وبالتالي يا جماعة بدك تجيب سلعة جديدة بدك تختار الوقت المناسب ديروا بالكما في أصول السنة إليها دور شهر رمضان إليه دور العياد والمناسبات البيئة إليها دور وبالتالي ما بدك تنزل منتج جديد يعني ما بنفعش في شهر 12 واحد واثنين أجيب منتج جديد لعلاقة بالأيس كريم لأنه فيش سوء وفيش طلب يا جماعة عليه ليش لأنه دينا شتاوة وبالتالي ما في طلب عليه بناء على الأحوال الجوية الموجودة يتطلب من المنظمة بعد القيام بتقديم السلعة وترحأ في السوق على المستوى التجاري أن تقوم بمتابعة مبيعات وربحية السلعة الجديدة يعني ما بتنتهى عمليةك بانتهاء الوقت الخاص بهذا الموضوع لا بدك تظلك متبع الموضوع بشكل كبير جدا وبالتالي بدك تقوم بمتابعة المبيعات والربح ومتابعة تنفيذ البرنامج التصويقي المتكامل كذلك متابعة مدى استجابة المستهلكين للسلعة يعني بدك تشوف هل السلعة صار فيها قبول كيف رأي الناس فيها كيف ردت الفعل عليها عشان تتجنب فشل المنتج في بداية المرحلة والتالي يا جماعة وصولك انت للفشل في بداية المرحلة هذا بشكل كبير جدا عشان هيك معظم المنتجات اللي بتفشل في مرحلها الأولى كناية عن ضعف دراسة السوق ما في دراسة جدوة صحيحة ما اختبرنا السوق صحيح وبالتالي تسرعنا بشكل كبير جدا في طرح المنتج دون النظر إلى السوق ودراسة السوق وما أخذنا فيدباك وردود أفعال من المستهلكين حول تجربتهم لهذا المنتج عشان هيك بدنا نتجنب فشل المنتج في بداية مرحله وتحقيق الأهداف التي سعت المنظمة إلى التحقيق النقطة التالية إن شاء الله ناخدها في اللقاء القادم عوامل نجاح عملية تطوير السلع الجديدة وبالتالي احنا طلعنا الآن على مراحل موضوع السلع الجديدة تعرفنا على تعريف السلع الجديدة وهنا يا جماعة بنأكد على شغلي أنه متابعة السوق دراسة الأسواق دراسة المنافسين متابعة التكنولوجيا كل هذه الأمور لها دور كبير جدا جدا في أنك أنت تعرف وين أنت واقف وبالتالي موضوع التسويق يا جماعة موضوع كتير خطير ما تعتقد أنه التسويق فقط مجرد إعلان أو دعاية أو ما شابه فيك أمور لا الإشي أكبر من هيك الإشي أنه تضلك تعمل تحسين مستمر منافسة دراسة سوق تشوف الأجواء لأنه منتجك زي ما حكينا ممكن اليوم يكون أكتف يكون جديد بعد أسبوع ما تلقى له رواج وما تلقى عليه طلب بسبب أنه فيه إشي تكنولوجيا جديد ظهر أو منتج جديد ظهر لأنه لزبون بتعرفه يبحث بشكل أساسي عن المنتج الأفضل الأحسن الأجدد الأوفر الأرخص ويؤدي المنتج حاجات ورغبات هذا لزبون هيك بنكون وخلصنا اليوم لقاءنا لليوم يا جماعة المحاضرة جاي إن شاء الله بنبدأ في عوامل نجاح عملية تطوير السلع الجديدة بإذن الله تعالى تمنيت لكم دائما بالسلامة والصحة لكم وليتويكم ونلتقيكم في محاضرات قادمة مع تحياتي محاضر هذا المصاق إيهاب أبو الخير دمتم بخير وإلى اللقاء